بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وابناتي طلاب المدارس الزراعية أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة على قناتكم المتعيزة قناة التعليم الفن إن شاء الله حاليتنا النهاردة هتكون مخصصة لطلاب الصف الأول من المدارس الزراعية وحنستكمل فيها الموضوعات اللي نتكلم فيها بخصوص مادة أسيات البساتين لصف الأول السنوي الزراع نفكر بعض الأجزاء اللي احنا تم تغطيتها من منهج في الحلقات السابقة احنا في البداية خالص اتكلمنا على تعريف الحصولات البستانية وتأسمها والأهمية الاقتصادية لها بعد كده اتكلمنا عن العوامل البيئية المؤثرة على نمو الحصولات البستانية بمختلف أنواعها سواء كانت عوامل خارجية أو عوامل داخلية بعد كده اتكلمنا على بمقدمة عن مشاتل الحصولات البستانية خدنا فيها الأدوات وكيفية صيانتها وأنواع الصوب وأنواع بيوت الإكسار وتأسيم المشاتل والخطوات الفنية لإنتاج الشتلات داخل مشاتل الحصولات البستانية ان شاء الله النهاردة هنتكلم على موضوع في غاية الأهمية ولا غينة له على أي حد عامل في مجال الانتاج الزراعي عموما ومجال الحصولات البستانية بصفة خاصة هو هنتكلم فيها عن طرق تكاثر نباتات الحصولات البستانية في البداية أنا وأنا شغال في مجال البستان أو في مجال الانتاج الزراعي بصفة عمى أنا بيكون هدف رئيسي من أهداف شغلي إن أنا أعمل تكاثر للنباتات اللي موجودة عندي طيب عشان أعمل عملية التكاثر أنا ببص للنباتات اللي موجودة عندي وبشوف طبيعة نموها وبشوف إيه هي الأجزاء اللي موجودة فيها اللي أنا ممكن أستخدمها لإجراء عملية الإكسار طيب أنا في الهدف أنا بعمل تكاثر ليه؟ أنا بعمل تكاثر عشان يكون عندي عائد اقتصادي لو أنا شغال في مجال إنتاج الشتلات أو إنتاج المحاصيل فأنا بيكون عندي هدف بجيب جزء نباتي وبزرعه بيديني الأجزاء النباتية أنا بستفيد منها سواء كانت بالتسويق أو أن أنا بنتج محصول اقتصادي يبقى إحنا في البداية خالص هنشوف مع بعض إحنا هنتكلم عن طرق تكاثر الحاصلات البستانية بصفة عامة إحنا بنقول أنا عندي طريقتين في العموم لتكاثر الحاصلات البستانية لا خلاف عنهم وأيضا في كل النباتات بصفة عامة طريقة تسمى طريقة التكاثر البزري يعني باستخدام البزور وطريقة أيضا تسمى طريقة التكاثر الخضري طريقة التكاثر البزري لها اسم تاني أنا ممكن أقول المرادف لها التكاثر الجنسي وهنعرف سبب هيئة دلوقتي يبقى أول طريقة من طرق تكاثر أي نباتات بصفة عامة ومنها نباتات لحاصلات البستانية اللي هتكون موضوع كلامنا بنتكلم عن طريقة تسمى طريقة التكاثر الجنسي أو التكاثر البزري الطريقة التانية من اسمها اسمها طريقة التكاثر الخضري وليقدر نسميها طريقة التكاثر اللاجنسي يبقى عندي هنا فيه مسميين واللي اتنين كلاهما صاب لو انا قلت تكاثر بزري هو تكاثر جنسي ولو قلت تكاثر خضري هو مرادف له تكلمة التكاثر اللاجنسي طب انا هنا عشان اعرف يعني ايه كلمة تكاثر جنسي ويه بتتم ازاي فانا بشوف كلمة تكاثر جنسي او تكاثر بزري فالمعنيين بمعنى واحد لو جينا نبصر التعريف بتاعنا كلمة تكاثر جنسي او تكاثر بزري معناها ان انا بعمل تكاثر للنبات اللي عندي باستخدام حاجة احنا بنسميها البذور الحقيقية يعني انا هنا لما اقول بذور واسكت لا انا بقول بذور وبقول بذور حقيقية معنى كلمة بذور حقيقية معناها ان البذور اللي الاجن اللي جواها ناتجة من عمليات التلقيح والاخصاء يبقى معنى تكاثر جنسي او تكاثر بزري معناها ان انا بستخدم البذور الحقيقية لاكثار النباتات وبقول بذور حقيقية لان الاجن اللي داخل هذه البذور تكون ناتجة من عمليات التلقيح والاخصاء ليه بنقول الكلام ده لان انا عندي نوعية ومشهورة عندنا في مجال الحاصلات البستانية اسمها البذور عديدة الاجنة البذور عديدة الاجنة بلاقي داخل البذرة الوحدها موجود فيه جنين جنسي ناتج من عمليات التلقيح والاخصاء وايضا مجموعة من الاجنة الخضرية اذا انا استخدمت الجنين الخضري في طريقة من طرق التكاثر فهو يعتبر تكاثر خضري وليس تكاثر جنسي يبقى نرجع للتعليف بتاعنا مرة تانية ونقول تكاثر جنسي او تكاثر بزري معناها ان انا بعمل تكاثر للنباتات لإستخدام البذور الحقيقية اللي الجنين اللي جواها ناتج من عملية التلقيح والاخصاء حد يفكر معايا وقول لي انا ايه النباتات اللي عندي في مجال الحاصلات البستانية اللي انا بستخدم في تكاثرها البذور نشوف في مجال بيئتنا وفي مجال دراستنا احنا تعرضنا لمجموعة من النباتات نشوف مثلا وليكن نبات زي نبات الجزر نبات زي نبات البنجر نبات زي نبات الفج الليفت البقدونس الشبت الكسبرة نبات زي نبات من ثمار الفكهة عندي اشجار المنجا بتتكاثر عن طريق البذور المشمش والخوخ ايضا بيتكاثر عن طريق البذور الزيتون ممكن استخدم البذرة في اكساره عن طريق البذور جميع الحوليات الشتوية لنباتات الحاصلات الزينة الحوليات الشتوية بيستخدم لها أيضا البزور يبقى تكاثر بزري أو تكاثر لجنسي معناها أن أنا بعمل تكاثر للنبات باستخدام البزرة اللي الجنين بتاعها جنين حقيقي وناتج من عملية التلقيح والإخصاب طيب عشان نقرب كلمة جنين إيه اللي بيتم نشوفه المخطط اللي قدامنا دوت بيوضح معايا إزاي بتتم دورة حياة الكائن أو النبات باستخدام عمليات التلقيح والإخصاب أنا هنا بستعرض صورة كاملة لقطاع في ظهر النبات بيبين هنا قادي تركيب الأعضاء التنسلية الزكريا والأعضاء التنسلية الأنسوية وبعد ما بتحصل عملية الإخصاب بتتكون بوايضة مخصبة تديني جواهنا الجنين والجنين بعد كده يتحول مبيض الظهر إلى ثمرة وداخل هذه الثمرة مجموعة من البذور اللي هي عبارة عن البويضات المخصبة النضجة ولما أخد هذه البذرة وأزرعها بيبيني نبات كامل النمو من جزر وساق وورقة وبعيد دورة الحياة مرة تانية نشوف الكلام ده في فيديو بشكل من أكثر تفصيلا لو جيت أشوف عملية التلقيح والإخصاب بتتم إزاي أنا قدامي هنا ظهرة نبات نموذجي فيها أعضاء التناسل الزكريا وأعضاء التناسل الأنسوية هنقرب الصورة شوية ونشوف إيه اللي بيحصل بالضبط حاليا هنا عندي ده عضو التذكير اللي موجود في الظهرة بيسمى الموتوك وده بيحتوي على ملايين من حبوب اللقاح ولها أحجام وأشكال وألوان مختلفة كل حبة لقاح من هذه الحبوب بتحتوي على نواتين نواة تسمى النواة التوالدية ونواة تسمى النواة الأنبوبية طيب كلمة تلقيح معناها أن حبة اللقاح هتنتقل من مكانها من الموتوك في رحلة حتى تصل إلى ميسم الزهرة طيب بتتم العملية إزاي دي إزاي ممكن تتم عن طريق الهواء ممكن تتم عن طريق الإنسان ممكن تتم عن طريق الحشرات أول ما حبة اللقاح تستقر على ميسم الزهرة بتبدأ النواة الأنبوبية تديني نواة بتصل أو تمتد فيه عنق المبيض وتفضل في رحلة حتى تصل إلى المبيض وهنا بيكون موجود داخل هذه النواة النواتين أو داخل هذه الأنبوبة النواتين أحد هذه النواة اللي هي النواة التوالدية تنقسم وتتكون منها حاجة احنا بنسميها النواتين الزكريتين نواة منهم بتعمل إخصاب للبويضة من خلال فتحة النقير وتكون هذه التي تكون الجنين الجنسي يعني بتدخل النواة بتدخل البويضة بتحصل عندي هنا عملية تسمى عملية الإخصاب ويتكون عندي الزيجوت اللي هو اتنين نون اللي هو هيديني البزرة بعد كده طيب النواة التانية هتروح فين؟ هتدخل عندي هنا داخل المبيض لحاجة اسمها النواتين القطبيتين لتكون نسيج الاندوسبرم اللي هو بيكون المادة الغزائية المحيطة بالجنين يبقى هنا شفنا الصورة جاية منين؟ من أول محبة اللقاح كانت موجودة في مكانها لحد ما استقرت داخل المبيض وحدثت عملية التلقية ايه اللي بيتم بعد كده؟ المبيض ده كامل بيتحول إلى ثمرة وداخل هذه الثمرة كل بويضة تتحول إلى بزرة طب جدار المبيض ده بيتحول إلى غلاف احنا بنسميه غلاف البزرة ونسيج الاندوسبرم هو اللي بيخزن المادة الغزائية وبعد كده ازاي جود دوت بيكون لي الجنين الخاص بالنبات يبقى احنا هنا لما وضحنا طريقة إجراء عملية التلقيح كان هدف منها ان انا اعرف يعني ايه كلمة تكاثر جنسي وازاي بتم عملية التلقيح بعد ما عملية التلقيح دي تتم بيظهر عندي بقى في نهاية نمو عمر النبات او في نهاية نمو الثمرة عندما تصل إلى مرحلة النضج انا باخد البزور النضجة واعيد زرعتها مرة تانية عشان تديني نبات جديد طيب هل اي بزرة ينفع ازرع حتديني نمو نبات جديد؟ نقرب الصورة لزينا حضراتكو شوية لو انا جبت نبات زي نبات البسلة الخضر واخدت البزرة اللي موجودة داخل هذا النبات وتمت زرعته هل هذه البزرة قابلة للانبات هي يعني هي هتنبت ويتديني نمو نبات جديد؟ طيب لو انا باكل نبات زي نبات الخيار وفتحت ثمرة الخيار ولقيت جوه منها البزور البيضاء الصغيرة دي هل لو انا اخدت هذه البزرة وزرعتها هل البزرة دي هتكون صلاحة للانبات وصلاحة ان هي تعيد دورة الحياة مرة تانية؟ لا لان شرط اساسي من شروط ان البزور تكون وصلت الى مرحلة النطج ومرحلة الجفاف يعني مش اي بزرة ينفع ان انا اخدها واعمل لها عملية الزراع طيب نشوف الكلام ده ازاي؟ عندي حاجة احنا هنتكلم عليها بالشكل من التفصيل شكل بزور ذات الفلقة الواحدة ونباتات البزور ذات الفلقتين في حالة البزور ذات الفلقتين بيبقى عندي فلقتين اللي هما فيهم النسيج المغزي للنبات اللي هو الجزء ده دي فلقة ودي فلقة من فلقات النبات وعند الجنين اللي بيتكون من ريشة وسويقة تحت فلقية وجزير وصرة النبات اما في حالة البزور ذات الفلقة الواحدة فبلاقي عنده اندسبرم بيتكون نتيجة التقاء او حدوث التقاء النواهي الزكريا بالنواتين القطبيتين بيتكون عندي نسيج الاندسبرم وعندي ايضا غلاف البزرة اللي بعد كده بيستخدمها في عملية الزراع لو جينا نبص بقى لتعريف البزرة بناء على الجزء اللي احنا اشتغلنا مع بعض قلنا ان البزرة هي عبارة عن نبات مصغر يعني البزرة اللي حضرتك بتقولها وهي بزرة نضجة هي عبارة عن نبات ولكن هذا النبات صغير ايه اللي قال الكلام ده ان الجنين بتاع البزرة هو عبارة عن نبات صغير له جزير وله ريشة وله سويقة جنينية علية وسويقة جنينية سفلة اللي بعد كده لما بيصل الى مرحلة التنشيط بينشط وبيديني النمو الخضر يبقى الجنين لو جينا نبصر التعريف بتاعه يتكون من ريشة وجزير ويربط بينهما سويقة جنينية طيب موضع الجنين ده موجود فين موضع الجنين ده بيكون واضح اكتر لو انا بتكلم على البذور ذات الفلقتين لو عندي بزرة ذات الفلقتين وانا فتحتها بشيء من الرفقة هلاقي في جزء منها صغير عامل زي النتبة كده بين الفلقتين وبعض ده هو الجنين اللي بعد كده لما بعيد الزراعة هو اللي بعيد عملية النمو مرة تانية طيب لو جينا نشوف بقى انواع البذور زي ما احنا وضحنا في عندي بذور وحيدة الفلقة يعني بذور ذاتة فلقة واحدة ومن امثلتها بالنسبة لنا ونبات مشهور جدا عندنا نبات نخيل البلح يعني نبات نخيل البلح لو انا اخدت نواة البلح وفتحتها حلقة جوة منها نسيج اندوسبرم ولها غلاف يسمى غلاف البزرة او غلاف الحبة ودي لو ما انا بعيد زراعتها مرة تانية بتديني نبات ولكن هي نبات من نباتات الفلقة الواحدة عندي مجموعة ذات الفلقتين كل العائلة القرعية ذاتها فلقتين نبات زي نبات الطماطم والفلفل والبدنجان والفاصولية واللوبيا والترمس والحمص كل دي نباتات احنا بنسميها نبات زي فلقتين لما انا بفتح للنبات عندي بلاقي عندي في فلقتين هما اللي بعيدوا لي عملية الزراع طيب في عندي الغلاف اللي موجود على البزرة عبارة عن ايه؟ الغلاف اللي موجود على البزرة هو اما ان هو يكون غلاف البزرة نفسها هو غلاف الجنين اللي هو غلاف البويضة ولو كانت عندي حبة فبيتحد غلاف الاجنة او غلاف البويضات مع اغلفة المبيض يديني حاجة اسمها غلاف السمرة في بعض الاحيان لو عندي نبات زي نبات البنجر نبات البنجر دوت هو عبارة عن البزرة بتاعته هي عبارة عن سمرة اتحدى فيها غلاف البويضة مع غلاف المبيض يديني حاجة اسمها غلاف الحبة او غلاف السمرة يبقى هنا الاغلفة بتلتصق بالبزرة وبتحميها من العوامل البيئية الغير ملاءمة وبتحميها من نسبة الرطوبة حتى يتم اعادة زراعتها مرة تانية نجي نشوف مع بعض تقسيم بزور الحاصلات البستانية حسب عدد الاجنة اللي موجودة جواه احنا قلنا ان في عندي بزور وحيرة الاجنة زي ما اتكلمنا واحنا بتقول عندي فصوليا عندي لوبيا عندي فول بلدي عندي حمص عندي شابت عندي بقدونس عندي كل النباتات والجزر والبنجر كل النباتات دي لما بص جواها بلاقي فيه بزرة الجنين جواه او البزرة جواها جنين واحد في عندي بزور زي بزور نباتات الموالة او البرطوان مثلا او اليوسافي وعندي نبات مشهور جدا معانا هو نبات المنجر بلاقي النباتين دول تحديدا هم المتميزين بظاهرة تعدد الاجنة يبقى لما نيجي نقول انواع البزور حسب عدد الاجنة كم نوع عندي نوعين النوع الاولاني بزور تحتوي على جنين واحد فاحنا بنسميها بزور وحيدة الاجنة وعندي النوع التاني من البزور بزور تسمى البزور عديدة الاجنة اي ان هذه البزرة بتحتوي على اكتر من جنين يعني معناها انه موجود فيها الجنين الجنس يلناتج من عملية التلقيح والاخصاب وايضا موجود عندي الاجنة الخضرية النتيجة عن انقسام نسيج النيوسيلة لو جينا نقول في العموم انواع البزور حسب عدد الاجنة كم نوع عندي نوعين بزور وحيدة الاجنة وبزور عديدة الاجنة البزور وحيدة الاجنة بتحتوي على جنين جنسي واحد ناتج من عملية التلقيح والاخصاب واحنا لما جينا نعدد قلنا امثلة كتيرة جدا من النباتات زي معظم الحاصلات البستانية اما النوع التاني البزور عديدة الاجنة دي بتحتوي بجانب الجنين الجنسي على مجموعة من الاجنة الخضرية النتيجة من نسيج النيوسيلة واغلفة المبيض وزي ما احنا وضحنا ان المثال بتاعنا ليها بزور المنجو وبزور الموالي طب لو جينا نشوف مع بعض بقى هل كل البزور تكون قابلة للانبات؟ لاا البزرة اللي عندي الجنين قبل الانبات بيكون جنين ساكن يعنى حضرتك لو عندك بزرة زي نبات البسلة زي نبات الفصولية زي نبات الحمص زي نبات الجزر زي نبات البقدونس زي نبات الكرومب البزرة اللي موجودة عند حضرتك ومتخزنة في المخزن هل هذه البزرة تنبت؟ لاا ciel جنين اللي جوها البزرة جنين ساكن إلى أن يتم توفير الظروف البيئية الملازمة للإنباد وأول شرط من هذه الشروط توافر نسبة الرطوبة يعني أنا لو عندي شرط وأنا بخزن البزرة اللي هستخدمها في إجراء عمليات التكاثر بقول أن أنا عندي هذه البزور يتم الاحتفاظ بيها بمخازن بتكون جيدلة التهوية لأن الجنين بتاعها حي وبيتنفس عندي أيضا يكون نسبة الرطوبة منخفضة لأن لو نسبة الرطوبة زادت إلا هيحصل أن الجنين بتاعها حينشط ويعيد دورة الحياة ويعمل تكاثر أو بيعمل نمو ويعمل انقسامات ويحصل هذه التحولات تتم داخل المخزن وهي في هذه الحالة بتكون تحولات غير مرهوبة يبقى أول حاجة عندي بالنسبة للإنباد والسكون إن الأجنة اللي عندي بتكون قبل الإنباد تكون ساكن قبل ما تم عملية الإنباد لما بعرض البزرة اللي عندي ديت لنسبة من الرطوبة بيحصل انقسام لأنسجة الخلايا في القمم النامية لكل من الجزر والريشة الجزير بيتجه لأسفل مكونة المجموع الجزري والريشة تنقسم وتكون للمجموع الخضري يبقى الجنين نفسه زي ما احنا قلنا هو عبارة عن ريشة وجزير الريشة لما بيتعرض للبزرة بتاعتي أنا جبت بزرة نبات بسلة وعرضتها لنسبة من الرطوبة بتبدأ تنشط الأجنة وبتفرز الإنزيمات بتاعتها بتبدأ تحلل المواد الغذائية المخزنة بيستفيد منها الجنين وبتنشط الريشة وتنقسم مكونة المجموع الخضري وينشط عند الجزير مكونا المجموع الجزري طيب لو جينا نبص مع بعض على حاجة مهمة جدا ما هي الشروط الواجب مراعتها كي تنبت البزور أول شرط من الشروط أن تكون البزور ذاتة حيوية عالية معنى كلمة حيوية معناها من الأجنة اللي داخل هذه البزور تكون بزور ذاتة حياة يعني أنا لو محتاج أخز النوع من النباتات أنا مش محتاج أستخدم هذه البزرة في التكاثر أنا ممكن أخفض نسبة الرطوبة لأقل درجة ممكنة أو أن أنا أخذ أسخن البزرة حتى يتم قتل الأجنة وبالتالي أضمن أن هذه الأجنة لا تستطيع النمو وإعادة دورة الحياة مرة تانية يبقى أول شرط من شروط الانبات أن البزرة اللي عندي يكون بزور على درجة عالية من الحيوية أو بزور ذاتة حيوية عالية الحاجة التانية أن تكون البزور مكتملة النطج وغير ساكنة زي ما احنا وضحنا برضو حوانعيدها مرة تانية بزرة مكتملة النطج معناها أن البزرة بتاعتي وصلت إلى مرحلة النطج التام نقرب الموضوع تاني أنا لو جيت بزرة نبات الكوسة أنا لو أنا بستخدم الكوسة اللي عندي في البيت اللي بستخدمها في أراضي التخزية المختلفة لو خدت البزرة اللي وجوه نبات الكوسة الأخضر دوت وزرعتها هل البزرة ديت حتنضج؟ لا البزرة ديت لأنها بزرة غير نضجة فإنها لا تستطيع النمو وإعادة دورة الحياة مرة تانية يبقى شرط الأولاني أن البزور عندي تكون ذاتة حيوية عليها شرط التاني أن البزور عندي تكون بزور مكتملة النطج وغير ساكنة الشرط التالت توقفر درجة الحرارة المناسبة يعني كل كائن حي له درجات حرارة وإحنا في مجال دراستنا فيما بعد لما ناخد مجال لإنتاج الحصالات البستانية في الناس اللي هتكامل معنا في تخصص إنتاج الحصالات البستانية كل نبات من النباتات هنجي نقول العوامل البيئية المؤثرة على نمو النبات ومن ضمن هذه العوامل هنقول درجة الحرارة المثلة للإنبات يعني إيه هي درجة الحرارة اللي عندها البزور بتتحرك الأجنة بتاعتها من أجنة ساكنة وبعيد دورة النشاط بتاعتها مرة تانية يبقى أن نذكر مع بعضها مرة تانية أول حاجة في شروط الإنبات إن البزرة بتاعتها تكون حيوتها عالية تكون البزور مكتملة النمو توفر درجة الحرارة وما ننساش أيضا توافر نسبة الرطوبة وده عامل من العوامل المهمة جدا يعني مفيش بزرة وغير جنين بيستطيع أن يعيد دورة الحياة إلا بوجود نسبة الرطوبة ألا زمان الإنبات طب حاجة تانية هل تستطيع أجنة النباتات أو أجنة البزور إن هي تدخل في عمليات التحول وتتحلل المادة الغذائية اللي فيها والإنزيمات تنشط وتحلل المادة الغذائية والجنين ينشط بدون توافر غاز الأكسجين لأ طبعا يبقى يجب عندي أيضا توافر غاز الأكسجين يبقى إحنا بنعدد مع بعض ما هي الشروط الواجب مراعطها لإنبات البزور عشان وأنا أشغال بشتغل في إنتاج الشتلات داخل المشتل أكون عارف إن البزرة اللي عندي حيويتها عالية البزور بتاعت تكون بزور ناضجة بكون أوفر لها درجة الحرارة المناسبة أوفر نسبة الأكسجين نبات هذه البزور في عدم وجود الإضاءة ومن ضمن هذه النباتات عندي بزور زي نبات الخس ونبات السل دول النباتين من ضمن النباتات اللي بزورها لكي تنبت بتحتاج إلى نسبة من الإضاءة يبقى عندي استعرضنا مع بعض ما هي أهم الشروط الواجب مراعطها للإنبات طيب أنا إيه السبب إن أنا درست النقطة دي أنا وأنا شغال في مجال إنتاج الحصولات البستانية وخصصاً في مجال المشاتل أنا يهمني إن أنا أحصل على أكبر عدد من النباتات يعني أنا وليكن أنا جايب ألف بزرة وعايز أزرعها بزور النباتات الحصولات البستانية بتتميز بارتفاع سعرها في بعض أنواع الهجن من النباتات التي يتم زراعتها داخل الصوبة بيتم شراء هذه البزور بالبزرة الوحدة يعني أنا وأنا بشتري أقوله وأنا عايز 100 بزرة 200 بزرة 500 بزرة 50 بزرة وكل بزرة لها تمن ومبلغ فأنا محتاج هنا إن كل بزرة أخدها وازرعها تكون مقابل لها شتلة لإن لو أنا جبت البزرة ودفعت فيها الفلوس اللي بالمبلغ العالي دوت ويه حصل أي مشكلة أثناء انبات البزرة وما طلقت ليش الشتلة فأنا هنا بسبب خسارة يبقى أنا لازم عشان أنتج هذه البزور بجودة عالية أني أوفر للبزور بتاعتي العوامل المناسبة لعملية الإنبات للحصول على أكبر قدر من الإنبات أو البزور تكون على أكبر نسبة من الإنبات طيب في بعض أنواع البزور لو تعرضت للضوء البزور دي لا تنبت زي بزور نبات من الزينة اسمه نبات الأمارنتس يبقى نبات الأمارنتس من ضمن النباتات اللي لو تعرضت للضوء البزرة بتاعتي بيحصل عندي فيها مشكلة في عملية الإنبات يبقى أولنا هنا برضو من ضمن درجة الإضاءة أنا راجل فني بعمل في مجال الحصولات البستانية أكون فاهم وعارف أنا بتعامل مع نبات إزاي بحيث أننا لو نبات بيحتاج إلى نسبة من الإضاءة زي نبات الخسفة ونبات السلق فأنا حافرها له لو نبات نسبة الإضاءة اللي عندي حتؤثر على نمو النبات وتكون أو تحول المواد الغذائية داخل البزرة حتى ينبت الجنين فأنا حمن عنه نسبة الإضاءة زي نبات الأمارنتس بعد كده في بزور لا يتأثر إنباتها بالضوء على الإطلاق ودي زي معظم نباتات الحصولات البستانية يعني حطها في الضوء هتطلع إزراحها في غير ضوء هتطلع يبقى في عندي نوع من أنواع البزور لا تتأثر بنسبة الإضاءة اللي موجودة معي يبقى لما جينا نستعرض مع بعض العوامل البقية المؤثرة على الإنبات أو عوامل التتأثر على إنبات الحصولات البستانية نفكر مع بعضها مرة تانية ونرجحهم في عجالة قلنا إن البزور بتاعتي تكون على درجة عالية من الحيوية نمرة اتنين توفر درجة الحرارة المناسبة توفر الرطوبة توفر غاز الأكسجين نسبة الإنبات بتاعتي عالية أن تكون البزور وصلت إلى مرحلة النضج وأيضا أن يكون هذه البزور بتعرض لنسبة الإضاءة المناسبة لي بزور الفكهة من البزور اللي لا تتأثر بنسبة الإضاءة هل بزور النباتات الحصولات البستانية تتعرض لحاجة إحنا بنسميها السكون ظاهرة السكون ظاهرة بتحصل في بعض أنواع الأجنة ودي خاصة في النباتات اللي بتزرع في المناطق المعتدلة أن البزور اللي عندي لا تنبت إلا إذا تعرضت إلى عدد معين من فترات البرودة فبقول إن البزور في حالة السكون دي لا تنبت إلا بعد فترة طويلة بالرغم من طوافر العوامل اللي زمال الإنبات الله يعني أنا عندي بزور جبت لها رطوبة ووفرت لها درجة حرارة ووفرت لها غاز الأكسجين والبزرة كانت نطجة وكملة النمو ومع ذلك إن البزرة لا تنبت آه لإن في عندي ظاهرة تسمى ظاهرة السكون طيب ظاهرة السكون دي سببها إيه نبص مع بعض ونشوف أول سبب من أسباب ظاهرة السكون اللي عندي إن غلاف البزرة اللي عندي يكون غلاف صلب يمنع وصول الرطوبة والتهوية للجنين يعني لو عندي بزرة زي نبات الزيتون وبزرة زي نبات الإشطة وعندي بزرة في نباتات الزينة تزمى بزور نبات الكنة لو أنا جيت واحد قال لي يا مستر إحنا وإحنا شغالين جبنا البزرة بتاعة نبات الإشطة وزر عناها والبزرة ما طلعتش جبت البزرة بتاعة نبات الزيتون قبل ما يتخلل أنا جبت طلعت البزرة من سمرة الزيتون ناضجة وجيت أزرعها والبزرة ما طلعتش جبت البزرة بتاعة نبات الكنة من نبات الزينة وجيت أزرعها والبزرة بتاعتي ما طلعتش ايه السبب؟ انا هنا عندي الجنين اللي جوه مش حينشط الا اذا وصلت له نسبة من الرطوبة طب غلاف الجنين اللي عندي غلاف البزر اللي عندي غلاف صلب طب هذا الغلاف الصلب حيمنع وصول الغاز الاكسجين وحيمنع وصول الرطوبة للجنين طب هل هذه البزر تنبت؟ لا هذه البزر لا تنبت طب انا في هذه الحالة اعمل ايه؟ هيبقى انا مطلوب مني عملية مهمة جدا انني احاول أشيل جزء من هذا الحاجز أو أكسره حتى تصل الرطوبة ويصل غاز الأكسجين لمين إلى الأجنة يبقى في حالة صلابة القشرة أو صلابة القصرة أو صلابة غلاف البزرة بيتم التعامل معاه لخفض سمك هذا الغلاف أو كسره أو تشقيقه حتى تصل نسبة الرطوبة أو أساعد أن نسبة الرطوبة تصل إلى الأجنة وأيضا نسبة غاز الأكسجين يبقى أول سبب من أسباب السكون زي ما احنا شايفين أن غلاف البزرة اللي عندي غلاف يكون صلب بيمنع وصول الرطوبة والتهوية إلى الأجنة طيب عندي حاجة تانية من ضمن الأسباب فشل الجنين في النمو لوجود حالة فسيولوجية لا تسمح بالإنبات بالرغم من توفر الظروف البيئي يعني هنا عندي حاجة احنا بنسميها السكون الفسيولوجي سكون الفسيولوجي معناها أن الجنين ده سيظل في حالة السكون إلى أن يتعرض إلى درجات معينة أو حاجات معينة تكسر هذا السكون الفسيولوجي يبقى سكون إما ناتج إلى صلابة القشرة أو صلابة القصرة أو صلابة أغلفة البزرة أو أن السكون اللي عندي يكون سكون فسيولوجي طيب إيه تاني من المعاملات بقى اللي هنعملها على بزور الفكهة قبل عملية الزراعة أول حاجة التخلص من الأغلفة الصلبة أو قص جزء منها لسهولة وصول الماء للجنين أنا دقى عندي بزرة زي بزرة نبات الزيتون ومحتاج أن أنا أزرعها قلنا أن بزور نبات الزيتون من البزور النباتات اللي القصرة بتاعتها أو القشرة بتاعتها صلبة طيب لو أنا عايز أزرع هذه البزرة أعمل فيها إيه؟ عندك حجم لتنين يأما يتم صنفرة جزء من هذا الغلاف أو بيتم التخلص منه بالعموم أن أنا أشيله خالص لأنه مش هيعمل عندي مشكلة لو أنا شلته أو أن أنا أقص جزء منه ليسهل وصول الماء إلى داخل الأجنين يبقى أول معاملة من المعاملات التي تجرع على بزور الفكهة أن أنا بتخلص من القصرة زي ما احنا شفنا قص بزور الزيتون بيجيب بمقصات وبيتم قص جزء من الغلاف بتاع البزرة طيب لو عندي بزور زي نبات اللوز وبتتميز أن البزرة بتاعتها صلبة جدا فما ينفعش فيها القص فأنا بعمل لها كسر للغلاف الصلب لبزور نبات اللوز وعندي أيضا بعمل صنفرة البزرة بنوع من الصنفرة تسمى الصنفرة الخشنة وممكن أن أنا أستخدم عندي معاملة باستخدام حامض الكابريتيك المخاف يبقى لو عندي بزور نباتات فكهة ومحتاج أزرعها والبزور دي عندي فيها مشكلة أن القصرة بتاعتها صلبة أو البزرة بتاعتها صلبة أو عندي حائل بيمنع أو القشرة بتمنع وصول الماء ووصول غاز الأكسجين إلى داخل البزرة لكي تنبت البزور أنا هعمل إيه؟ وضحنا مع بعض وقلت آخر معاملة خالص أن أنا أعمل لها معاملة كيميائية بحامض الكابريتيك المخافة أعمل لها صنفرة أعمل قص لبزور زي موجود فيه بزور نبات الزيتون أو أن أنا أعمل لها كسر زي موجود فيه القصرة بتاعت نبات اللوز طيب العنصر اللي بعد كده ممكن أعمل عندي حاجة مهمة برضو حد يقولي إحنا من ضمن النباتات الفكهة المحببة لنا جدا نبات المنجة وصمرة المنجة أو بزرة المنجة من ضمن البزور اللي أنا بقول لها حضرتك لو محتاج تزرعها خد البزرة وزرعها بعد أكل الثمرة مباشرة يعني أنا بمجرد ما استهلك الثمرة اللي عندي أنا ممكن أزرع البزرة بتاعت نبات المنجة يعني حضرتك أكلت ثمرة منجة ومحتاج تعمل لها زراعة في بعض الناس بتشتكي إن البزرة بتاعت المنجة بتبقى غير قابلة للإنبات فأنا بقول له هنا أنا أقدر أشيل الغلاف خالص الغلاف اللي موجود على الثمرة وأخد الجنين بس وبعيد زراعته مرة تانية يبقى أنا باجي بمقص برفق وأجي أعمل إيه؟ أجي أزيل القشرة بتاعة الأجنة بالراحة وأشيل الجنين الجوة البزرة كاملة وبعيد زراعتها مرة تانية وممكن عندي أيضا يتم نقع البزور في مية لمدة 24 ساعة ده بالنسبة لبزور فاكهة المناطق المعتدلة وممكن أن أنا أخزينها في طبقات متبادلة من البتموس على درجة 5 درجة مائوية ودي بتتم بصورة أساسية لو النبات اللي عندي أو البزور اللي عندي عندي فيها حالة السكون الفيسيولي هنا إحنا استعرضنا مع بعض أهم المعاملات اللي أنا بعملها لو أنا عندي بزور نباتات فاكهة ومحتاج أعليجها ضد عوامل السكون يبقى لو حضرتك عندك سمرة مانجا أو بزرة مانجا ومحتاج تزرعها وزي ما احنا وضحنا بتم زراعة بزور المانجو إمتى؟ بتم زراعتها فور استهلاكها مباشرة يبقى أنا كعامل فني في مجال الحاصلات البستانية أو كراجل مهتم في مجال الزراعة أو أنا محبي لهذا النبات ومحتاج أن أنا أزرعه كل اللي فيها أن أنا حجيب آلة سكينة أو مشابة أبدأ أفتح الغلاف بتاعي برفق بحيث أن أنا أحافظ على البزرة بتاعتي من جوه ما تتعرضش للتلف وبعد كده بيتم زراعتها ونموها مرة تل طب هل المعاملات اللي أنا عملتها على البزور الفكهة هل تصلح لإجراءها على البزور الخاصة بنباتات الخضر نشوف مع بعض إيه اللي بيحصل في نباتات الخضر عشان أعمل لها برضو عمليات اللي بتساعد على نسبة الإنبات أول حاجة بيتم منع البزور في المية زي بزور القرعيات والبامية والهليون والعملية دي إحنا ممكن خاصة دي في القرعيات بسميها عملية التلسين عملية التلسين من اسمها أنا بيخرج على البزرة عندي حاجة إحنا بنسميها اللوسين أو الجزير اللي بيحصل إن أنا بأعمل ناعل البزرة في مية وبيتم كمرها في قطعة من الأماش وبعد كده بوفر لها نسبة الرطوبة ودرجة الحرارة بلاقي إن الجزير بتاعي بينبت فهي لهدف منها بأن هي بتسرع عملية الإنبات ولا تحدسها يعني إيه؟ يعني عملية ناعل بزور الخضر في المية الهدف منها اختصار وقت الإنبات يبقى الهدف اللي عندي إن أنا باختصر الوقت اللازم لحدوث عملية الإنبات يبقى هنا لما أجل أشتغل على نباتات الخضر بلاحظة أن عندي لو بزور نباتات القرعيات بيتم نقعها في المية وبيعمل لها عملية تسمى عملية التلسين طيب إيه المعاملة التانية اللي أنا بأعملها؟ المعاملة بالماء الساخن في بعض الأحيان زي ما احنا شايفين مع بعض بيتم وضع البزرة في مية على درجة 50 درجة مئوية لمدة من 20 إلى 30 دقيقة حسب الصنف وتساعد هذه المعاملة في القضاء على المسببات المرضية اللي موجودة داخل البزور يبقى أيضا بزور نباتات الخضر قبل عملية الزراعة في بعض الأنواع ممكن أن أنا أعالجها بالماء الساخن لمدة 20 إلى 30 دقيقة على درجة 50 درجة مئوية طيب هنا هذه الدرجة هنا أنا يعتبر هذه العملية بالنسبة لي تعتبر عملية تعقيم للبزرة يبقى هنا بتساعد في عملية الانبات من ناحية ومن ناحية التانية لو عندي مسببات مرضية موجودة على البزرة بيتم التخلص منها يبقى عندي أيضا من ضمن المعاملات التي تجرى على بزور نباتات الخضر إن أنا بيتم معاملة بالماء الساخن على درجة كام؟ على درجة 50 درجة مئوية لمدة قد إيه؟ لمدة 20 إلى 30 دقيقة يعني بيجيب البزرة بتاعت النبات وبيجيب المية لدرجة حيارتها 50 وبيتم وضع البزرة في هذا الماء لمدة من 20 إلى 30 دقيقة المعاملة اللي بعد كده اللي معانا بيتم المعاملة بالمطهرات ودي الهدف منها التخلص من جراسيم الأمراض العليقة بالبزور بص معايا حتة ديه مهمة جدا ودي خاصة في نباتات الحاصلات البستانية وخصوصا نباتات الخضر أنا عندي الأجنة بتاعة نباتات الخضر والنبات اللي عندي نبات ضعيف وحجم قليل وبيكون عرضة للإصابة بالمسببات المرضية بدرجة كبيرة فيفضل أن أنا أعمل عملية تطهير أو معاملة بالمطهرات الفطرية لبزور الحاصلات البستانية قبل الزراع نقرب الموضوع لزهنة حضراتكم في بعض الأحيان بنيجي نشتري بزور نباتات حاصلات بستانية ألاقي البزور اللي عندي بزور ملونة بلون أحمر أو أزرق هذا اللون مادة حاملة الهدف منها أن هي تميز لهذه البزرة وخصوصا البزور المستخدمة في التغذية أنا بلون البزرة المعاملة فطريا بهذه الألوان حتى لا يتم استهلاكها أو تكون مميزة عن البزور العادية بحيث أن المستهلك ما يستخدمهاش لأنه يعرف أنه فيها مبادات عليها أو مطهرات مستخدمة على هذه البزور المعاملة اللي بعد كده عندي فيه بزور نباتات الخضر في بعض أنواع الفلفل بتكون بطيئة الإنبات بزور الفلفل البطيئة الإنبات في بعض الأنواع زي أنواع الفلفل الألوان بيتم ربط البزرة ديت أو وضعها في كيس من الأماش ويبنحطها في ماء يعني أحطها مثلا وليكن تحت مصدر أو في مصدر ماء جاري لمدة 24 ساعة أو أن أنا ممكن أحطها أربطها في هذا الكيس وأفتح عليها صنبور من الماء ينزل عليها المية لمدة 24 ساعة بيحرك معايا غاز الأوسجين وفي عندي معاملة مهمة جدا 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 وعلى درجة عالية من الأهمية اللي هي التلقيح بالعقد البكترية لنباتات العائلة البقولية لما جينا تكلمنا في تأسيم نباتات الحاصلات المستنية قلنا أننا عندي نوع من أنواع نباتات اسمها نباتات العائلة البقولية زي البسلة وزي الفصولية وزي اللوبيا وزي الفول دي نباتات بتتميز أنها نباتات تبع العائلة البقولية والنباتات العائلة البقولية ربنا جعل فيها ميزة أن الجزور بتاعتها عليها بكترية تسمى بكترية العقد الجزرية فايلة العقد الجزرية أنها تساعد في تسبيت غاز النيتروجين وتحوله داخل النبات لعنصر سمادي يسمى عنصر الأزد أنا هنا أقدر أشجع عملية تكوين العقد الجزرية دي بأننا أعمل حاجة اسمها التلقيح بالعقدين أو التلقيح ببكترية العقد الجزرية لنباتات العائلة نهي نباتات العائلة البقولية أيضا من ضمن المعاملات التي تجرى على بذور نباتات الخضر المعاملة بالبكترية العقد الجزرية قبل عملية الزراعة وخصوصا لو أنا كانت عند الأرض بتاعتي أراضي غير قابلة لزراعة أو مأول مرة بيت الزراعة الحاجة اللي بعد كده قلنا أن في بعض الأحيان بعض البذور بتكون القشرة بتاعتها صلبة زي ما وضحناها في نباتات الفكهة أيضا في بعض البذور بتكون البذور بتاعتها صلبة زي ما موجودة عندي في نبات من نباتات العائلة البقولية ونبات من نباتات الخضر التي تؤكل بذورها جفة أو تؤكل بذورها خضراء أو نبات الفصولية يبقى هنا لو أنا بزرع بذور للنبات الفصولية سواء كان لإنتاج البذور القدراء أو لإنتاج القرون الجفة يجب عند القشرة بتاعتها صلبة فبعمل لها حاجة احنا بنسميها التجريح الميكانيكي تجريح ميكانيكي أن أنا بعمل جروح في قشرة البذرة لتسهل أو لتسهل وصول المية ووصول غاز الأكسجين إلى داخل البذرة مما يؤدي إلى سهولة عملية الانبات في بعض أنواع البذور قلنا بعض البذور بتحتاج إلى درجات إضاءة فيجب علي أيضا أن نوفر نسبة الإضاءة في بعض الأحيان بيتواجب أننا أنقع هذه البذور في أحماض مخففة زي ما كانت أيضا موجودة في نباتات البذور بتاعة نباتات الفكة يبقى عندي إما أعمل لها تجريح ميكانيكي أو أننا أعرضها للضوء أو أننا أعمل لها ناعة في الأحماض مثل بعض أنواع سلالات البامية بيتم ناعة في حامض الكابريتيك المخففة طيب نيجي بقى نشوف بذور الزينة هل بذور الزينة أيضا بتحتاج إلى معاملات خاصة لزراعتها أو لضمان نسبة الإنبات بتاعتها بلاقي عندي نوع من البذور نبات الروبينية ده بيتم نعف مية بردة لمدة تقريبا حوالي من 12 ساعة إلى 48 ساعة يبقى لو عندي بذور لنبات الروبينية من نباتات الزينة المهمة جدا وهذا النبات لا تنبت بذوره إلا إذا نقعناه في ماء بارد لدرجة لمدة من 12 إلى 48 ساعة عندي أيضا من ضمن نباتات الزينة المحببة بالنسبة لنا وإحنا بنشوفها وبنستمتع بالأزهار بتاعتها في بداية فصل الربيع وفصل الصيف نبات البونسيانة نباتات البونسيانة بتتميز بأن البذور بتاعتها بذور صلبة جدا فيجب علي أن أنا أعمل لها نقع في ماء مغلي لعدة دقائق قبل الزراعة مباشرة وبعدين بعد ما يحطها في ماء مغلي بحطها في ماء بارد عشان تسهل خروج الأجنة من داخل أغلفة البذور الصلبة طيب في عندي بعض أنواع نخيل البلح بعض أنواع النجيل بتكون البذرة بتاعتي صلبة جدا فبيتم وضعها في طربة رطبة دافئة لتحلل الأغلفة الصلبة يبقى أيضا عندي بعض بذور نباتات الزينة بتحتاج إلى معاملات خاصة يبقى حضرتك كعامل فني في مجال الحاصلات البستانية أو راجل محبي للعلم البساتين يجب أن أنا لما بتعامل مع نبات أشوف ما هي المعاملات المناسبة له حتى أضمن جودة النبات ومش كل حد بيعمل في مجال الزراعة بيكون محترف والفرق ما بين العامل الفني اللي بيتعلم في مدارسنا وبيتدرب معنا داخل المدرسة واللي بيزرع بالمعاملات الطبيعية أو في الوضع الطبيعي إحنا هنا في عندي بعض المعلومات الفنية ممكن تكون بيجهلها العامة وبيجهلها العاملين خارج مجال الحاصلات البستانية يبقى لو أنا عندي نباتات من نباتات الزينة أنا برضو أشوف النبات اللي عندي ما هي الاحتياجات المناسبة لعملية الإنبات وأبدأ أوفر هذه المعاملات للبزرة بتاعته كي يتصل إلى مرحلة الإنبات في بعض الأحيان أيضا في بزور نباتات الزينة ممكن أننا نحطها في مكان مناطب بارد للتغلب على طور الراحة ودي معاملة إحنا بنسميها معاملات الكمر البارد عملية الكمر البارد دي بتم أساسا لبزور المناطق المعتدلة أننا نوفر فيها حاجة بيسموها احتياجات البرودة اللازمة لمعاودة نشاط الأجنة ودي بتتم أجد أو أساسا في حالة البزور اللي عندها سكون في السيوليش كمر بارد معناها حاجب البزرة بتاعتي وبيتم وضعها في طبقات متبادلة من البتموس أو الرمل المناد هو بيفضل البتموس الرطب بجيب البزرة بتاعتي وحطها في طبقة من البتموس وبعدين طبقة من البزرة وطبقة من البتموس وطبقة من البزرة وبتم وضعها في تلاجات على درجة خمسة درجة مقوية ودي عملية تسمى عملية الارتباع أو الفيرنريزيشن والهدف منها بتجرى إلى كسر الطور السكون الفيسيولوجي في بعض أنواع النباتات وخاصة نباتات المناطق المعتدلة طيب في هنا نقطة عايزين نوضحها أنا شغال لازم أكون دارس وقار كويس عن نوع النباتات اللي أنا بشتغل عليها إحنا كنا وإحنا شغالين في المشاتل قلنا أن في المشاتل الحاصلات البستانية كان فيه أنواع من المشاتل اسمها المشاتل المتخصصة متخصصة يعني متخصصة في النموع معين من النباتات يبقى لو أنا بنتج شتلات من شتلات الفلفل وعندي هذا الصنف من الأصناف عندي فيه مشكلة في الإنبات فيكون أنا عامل حسابي أن أعمل نعلى البزور بتاعة نبات الفلفل دي فيه وسط لكي تسهل عملية الإنبات لو أنا عايز أعمل زراعة تكاثر لنباتات الزيتونة عن طريق البزور كطريقة من طرق التكاثر الجلسي أعرف أن بزور الزيتون اللي عندي بزور صلبة فياجب عندي أن أعمل لها معاملة مش أزرعها واستنى جنبها وقول أن البزرة دي هتطلع ولا مش تطلع وبعد شوية البزرة ما تطلعش وبأنا خسرت فترة زمنية لا أبعارف أن البزرة اللي عندي دي فيها عندي مشكلة فيها فأنا حبدأ أن أعالج هذه المشكلة قبل أن تحدث نشوف مع بعض فحص البزور واختبار نسبة الإنبات أنا جبت البزرة وقرتها وعايز أعمل لها زراعة فقبل ما بزرع البزور لازم أعمل لها عملية فحص فحص للبزور أو احنا بنسميه الفحص الظاهري معنى كلمة فحص ظاهري أن أنا أتأكد أن البزر اللي عندي بزور سليمة بزور غير مكسورة بزور مطابقة للصنف بزور خالية من الإصابة بالأمراض وخالية من الإصابة بالحشائش عرفت الكلام ده منين؟ من الفحص الظاهري يعني أنا أعارف أن أنا هزرع بزور لنبات البسلة فأنا جايب نبات البسلة وعارف شكل البزرة بتاعت نبات البسلة أي بزرة موجودة مع نبات البسلة فهي تعتبر بزرة غريبة أنا مش محتاجة يبقى أتأكد أن البزرة اللي عندي بزور سليمة أن البزرة اللي عندي لكي تنبت لاجب أن تكون بزور سليمة وغير مكسورة يعني البزرة اللي عندي أيضا فيها مشكلة فأنا أستبعدها يبقى البزور طب عندي بزور ضامرة من الشكل الظاهري بزرة تم جمعها قبل أن تصل إلى مرحلة النضج لما أجا أستخدم هذه البزرة لزراع البزرة دي لا تنبت ولا تنتج نبات يبقى لازم أعمل عملية مهمة جدا تسمى عملية الفحص الظاهري للبزور قبل إجراء عمليات الزراع المعاملة المهمة جدا كراجل بقى شغال في مجال الحصولات البستانية أن أنا أعمل اختبار لحاجة اسمها نسبة الإنبات نسبة الإنبات معناها أن أنا عايز أعرف في كام بزرة هتنبت عندي من النباتات اللي عندي عشان أجري هذه المعاملة أو أعمل اختبار لنسبة الإنبات أنا هجيب 100 بزرة من الصنف اللي عندي والكلام ده دايما بيتم في محطات إنتاج البزور عشان أتأكد من نسبة الإنبات الجيدة اللي موجودة معايا إيبقى إحنا هنا في الجزء اللي إحنا استعرضناه من حضراتكم وتكلمنا في البداية خالص عن طرق التكاثر النباتات لحصارات البستانية تكاثر خاضري وتكاثر جنسي وتكلمنا على عملية التكاثر الجنسي أو التكاثر البزري بتتم إزاي وخدنا رحلة من بداية عملية التلقيح والإخصاب حتى تكونت عندي البزرة وتكلمنا على أنواع البزور وعرفنا أن في بزور واحدة اللاجنة وبزور عالية اللاجنة بزور فلقة واحدة وبزور فلقتين وتكلمنا على العوامل اللي بتؤثر فيه سكون البزرة عشان أرأيها وأنا بعمل عمليات التلقيح والإخصاب وإنتاج الشتلات وصولا لإجراء عمليات الفحص اللي موجودة على الوزور بتاعتي سواء كانت فحص ظاهري أو فحص لنسبة الإنبات إن شاء الله الموضوع بتاعنا لسه مستمر وامتد وحنتبه مع حضراتكم الجزء الخاص بزراعة البزور في مشاتر الحصولات البستانية في حلقات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة